قالت وزارة الدفاع الأمريكية أنه يجب الإسراء في إدخال تقنيات دفاع جديدة لمنافسة الصين وذكر مدير وحدة الابتكار الدفاعي في البنتاجون أن وطيرة التطوير لا تزال بطيئة حتى الآن داعياً واشنطن إلى إجراء تغييرات لمواجهة بكين وهذا من خلال الاستثمار في التكنولوجيات ودعم برامج تطوير المواهب في القطع منذ عام 2000 رفعت الصين حصة دعمها للتكنولوجيا لينتقل مستوى انفاقها العالمي من 5% إلى 23% عام 2020 فيما تشير التوقعات إلى إمكانية تفوق بكين على واشنطن في حجم الانفاق التكنولوجي بحلول 2025 طورت الصين استراتيجية لاندماج القطاعين العسكري والمدني من خلال تنسيق جهود الوكالات العسكرية وشركات الخاصة التي تطور التقنية الحديثة وفي هذا السياق ذكر التقرير الأمريكية أن موظفي شركة هواوي تعاون مع القوات المسلحة الصينية في أكثر من عشرة مشاريع خلال العقد الأخير شمل تعاون مجالات الذكاء الاصطناعي والاتصالة اللاسلكية ومع بداية العام الجاري كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الصين تستخدم تكنولوجيا رقائق إلكترونية أمريكية بهدف تصنيع أسلحة قد تهدد الولايات المتحدة وأشار التقارير متصلة إلى رصد مسؤولين أمريكيين بناء بكين منشأة عسكرية سرية مصممة لتجربة أنظمة صاروخية تفرق سرعتها سرعة الصوت اشتركوا في القناة